وحول جولة وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط يتحق بنا من اسطنبول المحلل السياسي أحمد رمضان سيد أحمد أهلا وسهلا بك تعد أبو ظبي خامس محطة كما ذكرنا لوزير الخارجي الأمريكي بومبيو ضمن جولة الشرق الأوسط ستجمل أيضا تسع دول حسب ما ذكرته وسائل الإعلام أمريكية كيف ترى جولة بومبيو للشرق الأوسط وما مدى تأثيرها على تسارع الأحداث في المنطقة الآن صباح الخير لا شك أن هذه الجولة تكتسي أهمية كبيرة أولا لجهة توضيح الموقف بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية إزاء منطقة الشرق الأوسط بعدما حام حولها الكثير من الملاحظات والشكوك أيضا لجهة بناء تحالف قوي وراسخ اتجاه إيران شاهدناه بالإعلان عن مؤتمر بولندا الشهر القادم والذي يتناول فعليا محاصرة إيران استراتيجيا وفعليا سياسيا وبالتالي هذه الزيارة وهذه الجولة سوف تتضمن عدة جوانب أولا العمل على بناء تحالف قوي ضد إيران من الدول التي يزورها أو يتحدث إليها وزير الخارجية الأمريكي ثانيا هناك استكمال مسألة العقوبات ومحاصرة إيران اقتصاديا وأعتقد أن العقوبات بدأت تؤتي أفعالها ثالثا هناك محاصرة دور إيران على مستوى تصدير الإرهاب وبالتالي محاولة تحجيم الميليشيات والمنظمات التي تدعمها إيران وتتسبب بإحداث الفوضى في منطقة الشرق الأوسط النقطة المهمة الآن الوزير الأمريكي يحمل رؤية عبر عنها في حديثه في القاهرة وبدأ يناقشها مع الدول المعنية وأعتقد أن ما بعد هذه الجولة سوف يكون بخلاف ما كان قبلها وربما يحمل مؤشرات متسارعة فيما يتعلق بملف إيران وملف نفوذها أيضا في المنطقة نعم سيد أحمد أكد بومبيو أن الانسحاب الأمريكي من سوريا تغيير تكتيك لا يؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية لهزيمة داعش وكذلك احتواء إيران إذن ما تعليقكم على ذلك وما هي تصوراتكم للمرحلة المقبلة في سوريا بالتحديد يعني أعتقد أن هذا الموضوع فعليا ربما أن الوصف الأدق بالنسبة للخطوة الأمريكية في سوريا هي إعادة التموضوع أكثر منه انسحاب لأنه يفهم منها وكأن الولايات المتحدة انسحبت تماما من الملف السوري وهذا ليس دقيقا أمس كان هناك أكثر من اجتماع مع وفد أمريكي من الخارجية تحدث بصراحة لهذه الخطوة وتحدث عن أن الأمر وضع له أربعة أشهر ولكن ربما يمتد أكثر من ذلك لكن لن يؤثر أولا على مسألة الحرب ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية وثانيا أيضا لن يتسبب بإخلال التوازن القائم في تلك المنطقة بمعنى عدم السماح لإيران وميليشياتها بالانتقال من منطقة غرب الفرات إلى شرقها وكذلك أن يتم هذا الموضوع بالتنسيق مع دول التحالف ومع الدول المعنية في تلك المنطقة ولذلك أعتقد أن هذه الخطوة ربما أعطيها أكبر من حجمها لكنها تؤشر أيضا إلى أن الولايات المتحدة سوف تعمد إلى تسخين ملفات أخرى في المنطقة تتصل تحديدا بمسألة إيران وبناء القدرات العسكرية لمواجهة إيران على المستوى الأبعاد نعم كنت معنا من أسطنبول المحلل السياسي أحمد رمضان شكرا لك